الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة حدد الثلاثة شروط قياسية يجب توفرها عند وضع مطبات اصطناعية وهي واحد أن تكون في المواقع ذات الخطورة العالية ثم ضرورة أن تزود بوسائل تحذيرية تلفت انتباه السائق وتوفر الوقت الكافي لتخفيف السرعة قبل الوصول للمطب والثالث يجب ألا يتسبب المطب في أي أضرار للركاب أو السيارات وإذا تم الالتزام بالسرعة المقررة للطريق يا وزارة الشؤون البلدية يا وزارة النقل ويا كل مسؤول عن هذا الموضوع أسألكم بالله هل المطبات اللي زارعينها في شوارعنا تراعي هذه الشروط؟ هالضمائركم مرتاحة وإنتم تشوفون الصناعيات مليانة بالسيارات بسبب إهمالكم والأهم من هذا كله مين يعوض الناس عن السيارات والأرواح اللي راحت بسبب مطب أو حفرة أو خلل الزبدة كل ريال انصرف بسبب مطب مخالف وكل ضرر لحق بشخص في يوم من الأيام أو بيلحق فيه في قادم الأيام هو في ذمتكم إلى يوم يبعثون نشوف التقرير تظل المطبات برمتها سواء المطبات الاصطناعية أو الطبيعية والتي لا يخلو منها شارع هي تعتبر مصدر للقلق للكثير من السيارات التي أضحت غير قادرة على تحمل الكدمات جراء احتكاكها مؤخرا كشفت الشروط والمبررات التي حددتها الهيئة السعودية للمواصفة والمقيس والجودة لوضع وأحداث المطبات الصناعية في الطرق عن حجم العشوائية في تصميم الطرق الداخلية ووضع المطبات في مناطق المملكة وخاصة داخل المحافظات حيث تبين أنها تفتقر في أغلبها إلى هذه الضوابط وكانت الآية السعودية للمواصفة والمقيس والجودة قد حددت ثلاثة شروط قياسية يجب توفره عند وضع مطبات استضاعية وأن تكون في المواقع ذات الخطورة العالية ثم ضرورة أن تزود بوسائل تحذيرية تلفت انتباه السائق وتوفر الوقت الكافي لتخفيف السرعة قبل الوصول للمطب والثالث يجب أن لا يتسبب في أي أضرار بالركاب والسيارات إذا تم الالتزام بسرعة المقررة للطريق للحديث أكثر عن هذا الموضوع المهم ينضم إلي في الستوديو المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمواصفات والمقيس والجودة الأستاذ طامس الحمادي أستاذ طامس حياك الله في أهلا الله أحييك شكرا جزيلا على الاستضافة ورحب فيك والأستاذ والسيدات المشاهدين المطبات الموجودة اليوم في شوارعنا مخالفة لما هو موجود في المقيس والجودة أم لا والله هذه تحتاج أكيد إلى عملية دور رقابي وزيارة للشوارع والاطلاع على هذه المطبات ولكن من خلال نحن كمستهلكين أي أنت مواطن وتمشي فيها كل يوم ونمشي فيها الشوارع بشكل مستمر الغالبية أقدر أقولك أنها للأسف مخالفة وفوضى بدون أي تخطيط أو معايير تخضع للشروط التي وضعتها المواصفة القياسية السعودية الخليجية رقم 2084 أشكر جراءتك في هذا الموضوع كم من المخالف منها؟ 90%؟ صعب النسبة ولكن هناك نسبة كبيرة مخالفة من خلال ما تمشي في الشارع؟ أتوقع أنه تزيد عن 60% تزيد عن 60% أكثر من المصر أتوقع طبعا هذه ليست زي ما قلت لك إحصائية دقيقة أنا فاهم تقريبية هي بجدهاد شخصية ولكن من المشاهد في الطرق وأماكن هذه المطبات المخالفة ليست حتى في شكل المطب أيضا في مكان وضعه طب خلينا نحط المشاهدين المشاهدات في الصورة وتعطينا المقاييس والمعايير اللي لازم يلتزم فيها في المطبات في مواصفة قياسية سعودية خليجية أصدرتها طبعا اللجنة الفنية الخاصة بالتشييد ومواد البناء وهذه المواصفة رقم 2084 وهي صادرة عام 2010 ليست مواصفة جديدة وأعلنت في الصحف وكل المواصفات التي تعتمد من مجلس دارة الهيئة الهيئة كونها جهة وطنية للتقييس في المملكة كل المواصفات التي تصدر عنها عادة تنشر في الصحف الرسمية وتعمم للكل وتزود بها الجهات ذات العلاقة ممتاز وبالتالي هذه المواصفة هي حددت طبعا مثل ما عرض التقرير حددت الشروط وحددت أيضا مبررات وضع المطبات وهي خمس مبررات رئيسية أنه إذا كان هناك وجود حركة مشاكة ثيفة أو في التقاطعات المرورية الخطرة أو في المنحنيات أو المرتفعات الفقية والرأسية أو إذا كان منطقة عمل في بعض الطرق مثل ما تشوفون فيها يعني الآن الرياضة أصبحت برشة عمل في كثير من الطرق المغلقة ممكن يوضع بعض المطبات للتهدئة أو في الشوارع الغير نافذة أنهاي الطريق كت يكون مثلا في مطب التهدئة والتحديق طبعا السائقي أنه في مطب فهذه مبررات خمسة رئيسية هي الأساس في وضع المطبات الصناعية أو الاصطناعية والشرط اللي ذكرتوها أيضا وحددت طبعا أشكال وتصميم هندسية في المواصفة لهذه المطبات المواصفة على فكرة هي مبنية في الأساس هي ليست مخلوقة مفراغ نحن دائما نستعين بالمواصفات الدولية نطلع على كل المعايير والممارسات الدولية الموجودة في هذه الجزئية طيب بس علشان نكون في الصورة كاملة الآن المواصفات هذه أعلنت في 2010 نعم طيب من قبل وش اللي أعلن وش كان موجود كان يمكن بعض الأدلة البسيطة أو الإرشادات أو الخصائص اللي ممكن تكون موجودة لكنها ليست بالشكل الإطار التشريعي المواصفة هي وثيقة إلا من 2010 وجاء هي وثيقة تشريعية تعتبر سارية المفعول وقانونية للتطبيق وبالتالي أصبحت الآن هذه الوثيقة موجودة ومعلنة ولا بد أن تطبق طيب الحين في 2010 لما طلعتم المواصفات هذه كلمت وزارة الشؤون البلدية والقراوية كلمت وزارة النقل قلتم للمرور أرسلت لهم المواصفات هذه المواصفات أنا يمكن كنت سأقول لك الفكرة هذه أو الجزئية هذه قبل سؤالك إنه إحنا طلعنا وبنينا مواصفات على معايير وممارسات الدولية وعلى دليل إرشادي أساساً هي استمدت على دليل إرشادي صادم وزارة الشؤون البلدية والقراوية وبالتالي إحنا في تصورنا طالما أن الدليل موجود لدى الوزارة هي بالتأكيد هي من وضعة الدليل وهو يتفق مع المواصفة على فكرة إذن يفترض أنه يكون مطبق والدليل موجود من قبل 2010 وهناك أدلة أخرى صدرت من بعض الأمانات أمانات المناطق أدلة خاصة بتجهيزات الطرق والشوارع الدليل إرشادي هذا دليل عام وإطار عام للأمانات والبلديات ويحدد وين يفترض أن تكون هذه المطبات وشكلها وآخره هذه ما يتعلق وزارة شون بذية القراوية نفس المسار يفترض أن يطبق على الطرق السريعة الخاضعة لنسبة وزارة النقل طيب الآن خلينا نروح للمطب نفسه إيش مواصفات المطب القياسية الموجودة عندكم اللي ما تسبب ضرر لا للسيارة ولا للركاب يعتمد على وين ستحط المطب طبعا هي خمس أشكال هندسية واضحة للمطبات طيب فيه شيء يسمى المطب قصير هذه عادة تستخدم ممكن في بعض المواقف التي تكون مواقف عامة مثلا عند مدارس أو عند مساجد لماذا تتعلمنا قصير كم يعني؟ ما يتجاوز عشرة متر كارتفاع عشرة سانتكار ارتفاع عشرة سانتكار ارتفاع طيفون هي غالبا ترى ما تزيد يعني كل المطبات يفترضونها ما تزيد كثير عن هذا المستوى ما تضع مطب خرساني سمنتي وحديد وتحطه قدام البيت أو قدام المدرسة أو مسجد هذا غير مطابق المواصف المخالف تماما ويسبب يعني أضرار كبيرة جدا على المركبات حتى على أفراد قد يسبب انزلقات أو أعهات أو إلى آخرين فمتى ما وضع هذه الشروط وهذه المواصفات وهذه الأشكال التصاميم الهندسية وضعت بالشكل الصحيح وطبقت لن تجد فوضى ولن تجد مطبات مخالفة ولا نتذمر نحن كلنا نستخدم سياراتنا في الطرق وللأسف وكثير مننا نتعرض لهذه المشكلة طيب ويش الأشكال الباقية؟ فيه أشكال أخرى إنسيابية وأشكال بسطح مستوي خاصة مثلا لحركة المشاة تلاحظون في المشاة الحركات المشاة هذه دائما يكون مترين عرضها حتى تتسع للمشاة بشكل أكبر اللي بشكل مستوي هناك بعض المطبات التي تستخدم للطوارئ وهذه مشكلة ثانية تجدها على كتف الطريق مثلا الأيمن مطبات للتهدية بشكل بسيط وهي تستخدم توضح للسائق أنه هذه المسار خاص بسيارات الطوارئ مركبات الطوارئ أو الإسعافات وخلالها اليوم أصبح وضعها يعيق الطوارئ أنت تبقى الطوارئ أو السيارات تصل بشكل سريع للأسف أنت تضع مطبات مخارفة وبالتالي حدث من سرعة وصول الحالة الإسعافية للمستشفى للأسف بالتالي هناك كثير من مخالفات التي لا تخضع لا لمعايير ولا لمواصفات ولا حتى الأدل الموجودة طيب ألحي من المسؤول هنا؟ أنت وش دوركم؟ دوركم بس أنهم تحطوا مقيس أو لكم دور رقابي؟ أعتقد المسؤولية مشتركة إذا جاء المسؤولية بشكل عام طيب خليني أوضح لك أفند لك أين تكون مسؤولية كل جهة نحن كجهة وطنية للتقييس في هيئة المواصفات والمقيس والجودة جهة تشريعية قانونية فنية معنية في عملية إصدار المواصفات القياسية للسرع والخدمات عادة طبعا بعض المواصفات التي هي الغذاء والدواء هذه خاصة في هذه الغذاء والدواء طيب وبالتالي هذا الجانب التشريعي هو جانب توثيقي ومستند يكون قانوني لاستخدامه لطبعا تطبيقه في السوق أو في الخدمات أو على المستهدكين هذا الجانب التشريعي والدور الأساسي للهيئة اللي حدد في نظامها الأساسي طيب أصلادر طبعا بالمسؤول الملكي لها دور رقابي ما أخفيك يفترض أنه يكون لها دور رقابي أيضا تشارك فيه ولكن عند الطلب من الجهات المعنية لو وزارة الشؤون البديقرية مثلا أو وزارة النقل الآن طلبت من الهيئة المشاركة لأنه المطبات الموجودة الإصطناعية أنت لا يمكن أن تنقل المطب وتعمله اختبارات زي بعض السلع لدى الهيئة مختبرات متكاملة تستطيع أن تجري اختبارات وتتحقق من مطابقة هذا المنتج أو هذه الخدمة طبعا الخدمة صعبة تنقلها لكن المنتج للمواصفة المطب احنا ممكن نشارك فيه بالدور رقابي أنه نشارك فيه الزيارات الميدانية مع الفنيين المختصين من الوزارة المعنية أو النقل أو حتى المرور طيب ونستطيع أن نحدد في الحالة هذه الرأي الفني والمشورة الفنية لمدى ملاءمة أو مطابقة هذا المطب للمواصفة القيصة يعني الآن من أنتم المسؤول الأول؟ المسؤول الأول الجهة التي وضعت المطب بالتأكيد الجهة التي وضعت المطب ليس التي وضعتها تحير ممكن أن أفراد يضعون المطبات لكن من المسؤول عن هذه تعتبر مخالفة من الأفراد لكن من هي الجهة المسؤولة واللي يجب أن تراقب هذا الشيء هي البلدية داخل الأحياء السكنية وداخل المدن تخطيط حضري ووزارة النقل فيما يتعلق بالطرق السريعة والمرور أيضا أنا يمكن ما جيت لك في الجزية هذه المرور يشترك أيضا في مسؤولية ضبط السرعات داخل الأحياء والشوارع الفرعية لأن أحيانا تجد سرعات غير محددة وبالتالي إذا وجد سرعة معينة يفترض أن هذه المطبات لا توضع في الطرق التي تزيد السرعة عن ستين كلمة في الساعة أي طريق تزيد عن ستين؟ أبدا لا يوضع فيه مطب لا يوضع فيه مطب والله العظيم ولا يدرون عن هالكلام أنا عارف لكن كثير من الضوابط الموجودة والشروط في المواصفات توضع هذا الشيء وموجود حتى في الدليل اللي ذكرت لك يعني الآن أي طريق السرعة فيه تزيد عن ستين قانونيا يمنع وضع مطب فيه؟ معناته هذه الطرق اللي تزيد عن ستين عادة تكون طرق سريعة أو طرق يعني شيء بسريعة خلنا نقول أو أحيانا طرق تمر فيها بعض الشاحنات أو الناقلات وبالتالي هذا قد يسبب أيضا لا سبح الله كوارث أكبر من طيب الأضرار اللي خلينا نتكلم عن الأضرار البشرية ثم أضرار السيارات إيش أبرز الأضرار البشرية اللي ممكن تؤدي إليها المطبات المخالفة؟ والله نرجع للحصائيات ممكن في المستشفيات لو نشوف وش مدى الإصابات وش سبب الإصابة لكن من خلال التجارب يعني خلال الشخصية خلييني أتكلم فنيا فنيا مثلا المطب 10 سانتي هم حطوه 15 سانتي إيش الضرر اللي ممكن تنتجوا هذه الزيادة؟ عملية يعني الارتطام أو حتى على وسائل التحذيرية كل شيء له ضرر يعني أنت لو موضعت وصيلة تحذيرية تسبق المطب وبالتالي لن يهد السائق وبالتالي حيخذ المطب حتى لو 10 سانتي حيضر الآن مع قيادة المرأة للسيارة لو تجي واحدة حامل مثلا صحيح هذا يزيد المسؤولية الآن يجب أن نعيه ممكن تعلق لي على الصورة الموجودة معنا إذا تشوفها سيد طامس نعم هذه المبررات التي ذكرت الكيار خمس مبررات الرئيسية لوجود حركة متى توضع المطبات الأولى اللي هو المشاه حركة مشاه كثيفة أو وجود الثاني التقاطعات المرورية الخطرة الثالثة والثالثة زي ما ذكرنا اللي هو المرتفعات والمحنيات والأفقية والرأسية في الطرق والرابع منطقة العمل أو إذا كان الشارع غير نافذ فهذه مبررات رئيسية خمس مبررات رئيسية لوضع المطب متى وكيف وأين ولكل مطب طبعا مواصفاته الشارع صغير الشارع كبير بشكل عام للمطب لها تصاميم هندسية محددة طيب المطبات الموضوع الداخل للأحياء الآن مشروعة أو شرعية يعتمد على شكل المطب إذا كان أنه زي ما ذكرنا داخل الطرق اللي هي تقل السرعة عن ستين للتهدئة ممكن تكون يعني مشروعة ولكن هل شكل المطب يتناسب مع التصميم الهندسي المحدد في المواصفة أم لا هذا السؤال أنت تقول أنه ستين بالمئة تقريبا غير أنا أقول أكثر نعم كتقدير يعني طيب الآن المواطن اللي يتضرر من مثل هالأمور لو يبغى يشتكي أو يقاضي أو يتظلم إيش الجهة اللي يروح لها ومين الجهة اللي يشتكيها والله أتصور إذا كان يخضع لنطاق التخطيط الحضر العمراني داخل المدن هذا خاضع وزارة الشمالية القروية طبعا أبنات والبلديات إذا كان في طريق سريع خاضع وزارة النقل يفترض أن يتقدم للشك وليوزارة النقل وهي يفترض أن تحقق في الموضوع الجهة وتحاسب من وضع المطاب وتعاقب على فكرة الورش فيه ورش عمال العقدة إذا ما تخلني الذاكرة في عام 2014 ثلاث سنوات من الآن طيب كانت هذه الورش تتكلم عن كيف تطبيق المواصفات والمعايير الخاصة بمطابات الاصطناعية وخرجت بعدة توصيات جميلة كان من ضمن التوصيات تذكر أنه برنامج شامل للتهدئة المرورية برنامج غير تقليدي ليس فقط أنه أبني أحط لي مطاب كيفما اتفق وأقول هذا المطاب سيحد المشكلة والناس ستهدي ليس صحيح هذه أساليب تقليدية لا بد أن يكون هناك أساليب عصرية حديثة تتواكب أيضا حتى مع تخطيط الحديث لمدننا نعم أنا حقيقة أتمنى أن هذا الصوت يصل إلى كل المسؤولين وأنهم يراعون أماناتهم في هذا الموضوع الأستاذ طامس الحمادي شكرا جزيلا لحضورك فيها هل هو إضاءاتك حل هذا الموضوع؟ شكرا جزيلا شكرا جزيلا لك إذن مثل ما سمعتم أنا شخصيا طلعت بمعلومات مفاجئة جدا في هذا الموضوع والجهات المتهمة في هذا الأمر كثيرة ولكن على كل هذه الجهات أن تتق الله في هذا المواطن وعلى هذا المواطن أن لا يسكت إذا تضرر من مطب أو حفرة أو خلل لدى جهة معينة وأنه يتقدم بشك ورسمية في هذا الاتجاه فاصل ونكمل معكم في أهل اشتركوا في القناة